موسيقى مشاهدينا مشاهدي كارمة في كل العالم أهلا بكم لقاء جديد مع مرأة الأحداث حالة النهاردة 24 ديسمبر 2023 كل سنة حضرتكم طيبين طبعا اقتربنا جدا من احتفالات الكريسمس بالتوقيت الغربي 25 ديسمبر الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للموضوع استهداف السفن في البحر الأحمر والملاحة الدولية قررت تشكيل تحالف دولي لمكافحة والوقوف ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر عندنا كمان إسرائيل وحماس يقتربان من هدنة ثانية بوساطة قطرية كمان في موضوع تحقيق يكشف تفاصيل مقتل الثلاثة محتجزين الإسرائيليين برصاص الجيش الإسرائيلي في أمور جديدة النهاردة هتم الكشف عنها عندنا بالنسبة للميداني في محيط غسة الجيش الإسرائيلي بيكسف القصف على مستشفيات وأحدث مستشفى محيط القصف في محيط المستشفى الكويتي في رفح وسقوط شظايا داخله وأيضا بعض المستشفيات الأخرى هناك رسالة من نسبة لتحذير بالنسبة لأنه امتداد الحرب خارج قطع غزة وهو بالتحديد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وكلنا بيقول لذا دخل اللبنان الحرب سيكون خطأ كارثي أيضا في مفاجأة يعني زي ما نقول كده تعتبر من العيار الثقيل المحكمة العليا في كولورادو الأمريكية ولاية كولورادو الأمريكية تقصي ترامب الرئيس الأمريكي السابق من خوض الانتخابات التمهيدية في الولاية اسمه مش هيتحط بالنسبة في أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية عشرين ربعة وعشرين أيضا كيفين مكارثي استقال من منصبه كنائب في الكونجرس الأمريكي عندنا وفاة القاضية الأمريكية ساندرا تعتبر هذه القاضية أول قاضية كانت في المحكمة العليا تعتبر أول قاضية امرأة كمان عندنا انتقادات لمحمد صلاح بسبب احتفاله مع أطفال مرضى بعيد الميلاد في ظل طبعا أحداث غزة والبعض كان بيدافع عنه أيضا يعني انتقادات وأيضا دفاع عنه بلومبرج مصر تقترب من اتفاق بقيمة ستة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وموضوع صد النهضة للأسف الشديد المفاوضات انسحبت منها مصر وتوقفت ومصر اعتبرت أن هناك تعنت مستمر من الجانب الأثيوبي أما الجيش السوداني فيقرب انسحب قواته من واد مدني وأيضا الوضع الإنساني صعب جدا في السودان الكريسمس على الأبواب كل سنة وحضراتكم طيبين وبدأ من الواقع كتير جدا تنشر طبعا استعدادات الاحتفالات للكريسمس وأكتر حاجة بيتم الحقيقة الاهتمام بيها هي الأنوار والأضواء اللي موجودة بالنسبة للكريسمس فعندنا الحقيقة دي كان القاء الدوق على كرية في نبراسكا الكرية دي بتعتبر بتلتزم بالتراديشن أو العادات والتقاليد منذ 101 عام الأنوار ممكن نقدم الفيديو معليش شوية لغاية ما نشوف الأنوار الأنوار زي ما حضراتكم شايفين التقليدية دي بتتعامل من 101 سنة بنفس الشكل بنفس التقليد وبيحرص كل طبعا المواطنين في نبراسكا على أنهم يزوروا هذه القرية اللي بالفعل الأنوار زي ما حضراتكم شايفينها أنوار جميلة جدا كمان حضائق كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بيتم إضاقتها بأنوار جميلة جدا لاحتفالات الكريسمس ورأس السنة وده برضو تقليد بيتعامل مولاد كتير حضائق مثلا اللي هي وسط البلد في داونتاون في كتير قوي من الأماكن يعني مش بس في الولايات يعني دي مثلا هنا كان في يعني زي ما حضراتكم شايفين كده كانت إحدى الولايات في الإيست كوست عندنا برضو بالنسبة لولايات كاليفورنيا بس هو ده يمكن زي ما حضراتكم شايفين كده كانت في ماساتشوستس بجد الأنوار جميلة والدنيا جميلة جدا ولكن على الجانب الآخر احنا طبعا العالم كله بيشهد موضوع المأسال اللي بتمر بالنسبة على قطاع غزة وبنان عليه كان تم الإعلان من قبل مصر على أنه هيكون فيه وقف احتفالات ليلة رأس السنة بالقنوات المصرية وده يعتبر نوع من أنواع الحداد على الشهداء اللي سقطوا في غزة نيجي بقال محمد صلاح محمد صلاح على فكرة كل سنة بيكون فيه تقليد من فريق ليفر بول أنه هم بيجمعوا بعضهم ويعني مع احتفالات الكريسمس وبيروحوا يزوروا مستشفيات يعني عمل إنساني من الفريق ومحمد صلاح بيشارك مع بعض من اللاعبين هذا الفريق فريق ليفر بول البريد الإنجليزي طيب ايه المشكلة يا جماعة في أنه حاجة زي كده فبصوا بقى طبعا وهو لابس الزينة دي أو لابس يعني زي الطوق ده كده ويعني بيعتبر كلهم زي ما حضراتكم شفتوا برضو في الفيديو كل الناس زي ما انتوا شايفين وعندنا برضو طبعا صور كتير يعني انتشرت في أماكن كتير جدا فيش أي مشاكل لكلهم لابسين الحاجات اللي هي بترمز للاحتفالات الكريسمس عشان يبسطوا الأطفال لكن هل بقى الناس التانية دي تسكت أنا بعتبرهم الناس التانية يعني لا ما يسكتوش طبعا قال لك المصري محمد صلاح يحتفل بالكريسمس وغزة تحت القصف المشكلة أنه فيه ناس كمان يعني طلبوا منه أنه هو يغير اسمه الجرجس ما علينا أطفال الإنجليز دول خواجات لكن أطفال غزة ناس في الشارع ما لهمش بيت وعايشين جوه خيمة وعليهم تراب صلاح نسي أن مكة وكيان أصلهم شبه بنات وكيان أنهما بناتوا يعني مكة وكيان أصلهم شبه بنات غزة وأن مهما حاول يتشبه بالإنجليز وينسلخ عن جلده هيفضلوا شايفينه محمد مش مو مش قادرة فهمها بصراحة هو إيه الدنيا دي فيه حاجة إنسانية بيشارك بيها ولو هو يقدر يعني كان يعني مش عارف أنتوا فين مثلا أي حد كان قادر أن هو يروح ويروح مستشفيات غزة ويزورهم يعني قلولي كده مين يعني عشان بس أقولكم ونحتفل بيه مع بعض كلنا أن مين قادر يروح المستشفيات في غزة ويشارك الأطفال ويزورهم والكلام ده كله عموما محمد صلاح اليوم من داخل مستشفى الأطفال في إنجلترا مع بعض هدايا عيد الميلاد يواجع أطفال غزة الذين بلا بواكي ولا زيارات ولا ضحكات ولا هدايا ولا كلمة ولا دمعة ولا حرف يعني طبعا السلخ زي ما قلنا اشتد جدا جدا في الموضوع ده وزي ما قلت لحضراتكم وصل الأمر أنه فيه ناس قالوله لازم تغير اسمك لجيرجس فيه ناس تاني قالوله إن شاء الله يعني إمتى تدخل الإسلام كانت فيه ردود فعل كتير جدا وكل الردود الفعل دي يعني كانت بتتكلم على أنه إزاي أطفال غزة جي خالد منتصر وقال لك آه إزاي محمد صلاح يضحك ويتبسط ويبقى سعيد كمان يا دي المصيبة إزاي ما يبقاش نيكا دي زينا ويزود التينة بلا ويحتفل بالكريسمس مع الكفار يعني صلاح خدش تيمة تكفي المحيط الأطلنطي والهادي مع بعض عشان شجرة الكريسمس لك الله يا صلاح قدرك إن مصر المحروسة في الوقت اللي أنت طلعت فيه وصيبت بوباء سلفيه لا شفاء منه ما تاخدش في بالك طبعا يعني برضو دي رسالة تانية بيوجهها خالد منتصر لمحمد صلاح بيقول له يا صلاح يا ابني يا فخر مصر مدام الإخوان بيشتموك والسلفيين بيلهنوك بقى أنت ماشي صح ميري كريسمس واللي يزعل يشرب من التايمس يعني الحقيقة الموضوع ده موضوع سخيف وأنه كل مرة حتى بمجرد أنه كان بينزل مثلا صور ليه مع أسرته لابسين زي كده يعني بيحتفلوا برأس السنة أو الكريسمس إزاي وإزاي يحصل ده كله ومش عارفة بصراحة متى ستتوقف هذه الانتقادات لمحمد صلاح بنقول لكم كلكم كل سنة وأنتو طيبين ميري كريسمس هابي نيو يير الاحتفالات على الأبواب وأنه ناس كتيرة جدا طب ما يروح يشوفوا السعودية والمهرجان اللي كان معمول في الرياض وكل الكلام ده يعني هم مش معنى مسكين في محمد صلاح دايما وزعقين كل الدول العربية وكل الدول وفيها الاحتفالات والمظاهر وكله الحقيقة لكن هل ده لا يعني أن الناس دي مثلا مش متأثرة ولا مش متعطفة مع اللي بيحصل للمدنيين في قطاع غزة ولا للأطفال لا طبعا الكل حزين والكل بيصلي وكلنا بنصلي أنه يعني فعلا تنتهي هذه الحرب ويتم التوقف عن استهداف المدنيين وخصوصا للأطفال والنساء رجعت لنا تاني بقى الأحداث بتاعت ازاي نبن كنيسة او ازاي ان احنا نرمم كنيسة في قرية في صعيد مصر وخصوصا محافظة المينيا وساملوت برضو شهدت الحقيقة للأسف يعني موضيع كتير لها علاقة بالطائفية والمتطرفي كنيسة في قرية اسمها قرية العزيب بصاملوت المفروض انه عايزين يبنوا كنيسة ولكن ازاي واخدين تصريح برضو كل حاجة ماشية طبيعي لكن للأسف الشديد بمجرد علم المتطرفين بهذا الأمر اعتادوا على بيوت الأقباط وبدأوا يحرقوا بيوت وانه ما ينفعش ان تتبني كنيسة في هذه القرية قرية العزيب احداث عنف تفجرت بالقرية احتجاجا على بيطء الأقباط في بناء كنيسة جديدة حاصلة على ترخيص رسمي تم اشعال النيران في سلاسة منازل للأقباط وتم قصف منازل اخرى بالحجارة دون وقوع الحمد لله خسار بشرية أحد الأقباط القرية كان بيروي تفاصيل الأحداث بأن الأقباط لم يتوفر لهم مكان للصلاة منذ سنوات طويلة وكانوا بيقطعوا مسافة طبعا والكصة دي احنا تكلمنا عنها كتير جدا واختفت الفترة اللي فاتت وقلنا الحمد لله يعني تم سيطرة أمنية انه في جلسات بقى في الكرة دي والناس الكويسين المسلمين المعتدلين بيحاولوا يفهموا المتطرفين اللي عندهم يعني انه ده حق طبيعي وحق دستوري في كل العالم طب ما انتو بتروحوا يتبني جوامع في أماكن كتير جدا في أوروبا وفي غيرها لأن ده حققوا انكم تصلوا فإيه المشكلة في ان حق أقباط في قرية بتبعد كنيسة الكنيسة بتبعد عنهم مسافات ويعني كيلومترات وان دي مشكلة كبيرة جدا انهم يروحوا يصلوا ويتحملوا عناء انهم يسافروا فيه وخصوصا لما بيبقى فيه شتا وامتار واحتفالات وكل ده ليه يعني مش شايفين انه ده حقهم الطبيعي وانه وجود كنيسة في أي مكان دي بركة لأي مكان على فكرة يعني ونتمنى ان انتو ده تفهموه بعدين يعني المهم الكنيسة دي تم الموافقة على بناءها على مساحة 500 متر وبدأوا يحفروا الأساسات في الأرض راح بعض المتطرفون بقى راحوا أو المتطرفين راحوا بدأوا يتحرشوا بالأقباط قاعدوا يحرقوا في المنازل واحد منزل الأقباط والحقيقة واحد منهم اسمه ماهر كامل نسيم وبدأتوا برضو حرقوا بعض المواشي اللي كانت في المنزل بتاعه الأمور رجعت هدية شوية وبعد كده والأمن دخل للقرية بعد كده رحت رجعت تاني جوم بقى جمعوا بعضهم عشرات من المتشددين ورغم التواجد الأمني في القرية لكن برضو هجموا منازل الأقباط وسط تكبيرات وهتفات رافضة لبناء الكنيسة إيه اللي بيقولوا دايما بالطول بالعرض هنجيب الكنيسة الأرض طب ده الكنيسة لسه ما طلعتش ده يجيبوا أساساتها تجيبوا الكنيسة الأرض ليه طبعا قزفوا منازل الأقباط بالحجارة أشعلوا النيران في بعض المنازل الأخرى الواقع على أطراف القرية وبعدين كمان قزفوا قوات الشرطة المتواجدة بالقرية بالحجارة وبدأ الدفع بتعزيزات أمنية إضافية للسيطرة على الأوضاع وسط قرن وفرن ما بين المتظاهرين إحدى شهود العيان واحد من شهود العيان كان في تصرحات الأقباط المتحدون قال إن الاعتداءات أصفرت عن حرق منزل حنجاب الله يعني أول يوم كان في حرق منزل تاني يوم منزل تاني أهول حنجاب الله واشتعلت النيران في طبعا شدة خشبية للمنزل لأنه تحت التأسيس لواحد تاني اسمه جابر سعيد وتم قصف منزل سعدالة تودرس بالزجاجات الحارقة كل دي أصفرت عن خسائر طفيفة بالنسبة للمنازل وأنه التحرش بالأقباط كان بدأ منذ شهر عندما علم أهالي القرية بالحصول المسيحيين على ترخيص لبناء كنيسة لخدمة الأقباط عددهم كان في القرية دي قرية العزيب 3000 نسمة تم إشعال النيران زي ما قلنا في منازل مختلفة وبعدين تم تحرير محضر وبعد كده برضو الشاهد العيان كان بيقول أن الأقباط بيعيشون الآن في حالة هلع والجميع جوه منازلهم بعد هذه الاعتداءات اللي شهدت فوضى كبيرة في ظل مطاردة قوات الشرطة المتشددين ووقوع إصابات وبين بعض المجندين نتيجة قصفهم بالحجارة لكن تم السيطرة على الأوضاع والغاية دلوقتي برضو تطمينت من الأستاذ نادر شكري ومن برضو الكهنة هناك الحياة تطميننا أن الأوضاع دلوقتي في هدوء وأنه بيتم القبض على بعض المتشددين دول اللي قاموا بهذه الأحداث والحياة الكل بيتمنى الهدوء ومش عايزين أكتر من أن يكون فيه هدوء وخصوصا برضو تساؤل ليه الحاجات دي كلها ظهرت كده برضو بعد الانتخابات الرئاسية يعني وقت طبعا الانتخابات والكلام ده بتتكلم على أنه من شهر طبعا يعني الوضع هنا برضو غريب شوية ونتمنى من الأمن الصراحة أنه يعني يبتدي يكون سريع في الرد الفعل لما تبتدي تطلع أي حاجات من الحاجات دي أو تبتدي يحصل شكاوى من أنه فيه متشددين قلقانين على متضايقين من أن فيه كنيسة هتتبني يكون فيه تواجد للأمن سريع وأنه في نفس الوقت يرصد هؤلاء المتشددين لأنهم بيبقوا على صفحاتهم وبيجمعوا بعض والكلام ده يعني مش جديد السيناريو اللي بيعملوه هو هو اللي هو قبل ما يبتدوا يروحوا على البيوت ويبتدوا يضربوا الحمد لله ما فيهش إصابات بشرية بس كان ممكن يكون فيه إصابات بشرية طبعا بنشكر الأمن برضو أنه هو أحكم السيطرة حاليا وأنه فيه دوق ولكن بالتأكيد أن الأقباط عايشين في وضع صعب جدا يعني بنتمنى أنه برضو دام الملفات المهمة جدا اللي مفروض الرئيس السيسي والحكومة الجديدة تهتم به بعد إعادة انتخابه مرة أخرى والملف التاني طبعا ملف الكبتيات اللي بيتم إغواءهم وبيتم الحقيقة أنه برضو يتعكير الصف وأنه يكون فيه برضو أنك فتاة أو سيدة تكون مع زوجها أو تكون عايشة وسط أهلها ويبص تلاقي بعد كده إغراءات وإغواءات علشان خاطر أنه يبتدي طبعا تخرج من بيتها وتحصل مشاكل كبيرة جدا بنتمنى فعلا من كل قلوبنا أنه يكون فيه سلام في هذه القرية وإن شاء الله يعني هنتابع برضو نقول لحضراتكم التطورات بنعزي أسرة الأب المبارك القمس ماكسيموس رمزي كهن كنست الشهيد ماري جيرجس بقرية المحمودية تابعة لإبارشية صنب وديروت محافظة أسيوت تنيح عن عمر قرب 81 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 47 سنة بنعزي كل أسرته وكل محبيه وكل شعب كنسته كنست الشهيد ماري جيرجس بقرية المحمودية صنب وديروت في خبر مهم جدا الحقيقة نحن نوضح الخبر ده من فترة طويلة والبابا فرانسيس بيتحدث على موضوع المثلي المثليين والزواج المثلي والكلام ده كله وهو كان بيدعو الحقيقة أنه كان دايما يقول أنه الزواج المثلي ده خطيئة ولكن ليست جريمة على اعتبار أنه كان فيه بدأت يعني بدأ بالفعل كده يكون فيه بعض الأمور اللي هي التجريم وأنه هو يتم استهدافهم والقبض عليهم فهو اعتبر أنه دي خطيئة والخطيئة لا تركأ إلى أو أنها ما ينفعش الدولة تعتبرها جريمة لأنه في بعض الأماكن اللي بتحلل هذا الأمر جاء من يومين كده كان فيه قرار من البابا وتم دق عليه بأنه هناك ما يسمى أنه تمت موافقة من البابا فرانسيس والفاتيكان على ما يسمى مباركة مباركة مش معناها أنه هم وفقوا على زواج المثليين ما زال موضوع زواج المثليين خطيئة بالنسبة لكل المسيحيين زواج المثليين غير مكبول هو البابا حاب يوضح أنه أنت النهاردة الكنيسة ده مكان بيت للعبادة وأنك أنت الكنيسة فتحة أحضانها لكل الخطاة وقوع معتبرهم خطاة عشان كده قالك أنه هم لو جايين دي حاجة في العقيدة الكاثوليكية بتسمى البركة مباركة لكن فبالتالي إحنا بس عايزين نوضح الموضوع ده لأنه طبعا بقى دخلت بقى القنوات الإسلامية ومعز وغيره وغيره شفتوا بقى بيعملوا إيه شايفين إحنا الإسلام اللي إحنا الوحيدين اللي إحنا مش عارف إيه وبصوا المسيحيين دلوقتي والزواج المثليين طب ده إنتوا بلاش نتكلم على الحاجات وزواج المثيار ومعرفش إيه وإيه وإيه والحاجات الكتير اللي موجودة في الإسلام مش هندخل في مقارنات لكن أنا هدفي النهاردة أن احنا نوضح ده لأنه بيتم استغلاله بشكل غير طبيعي والموضوع ده مش من النهاردة الموضوع ده إحنا لنا سنة تقريبا وكان البابا بيتحدث عن موضوع أنه عايز يرسخ فكرة أنها خطية وأنه دي خطية بينهم وبين ربنا يعني وأنه لكن في نفس الوقت هو يمكن بس البيان ما كانش واضح لك إحنا حابين نوضحه أنه البيان هو معناه أنه بركة وليس قبول ولا موافقة على الزواج الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان لم توافق على أنه يكون فيه زواج للمثليين في كنيسهم ولا أنه يكون فيه ولا أنه هم راضين على هذا الأمر هم فقط زي ما يكون ده فعل هم مش موافقين عليه لكن في نفس الوقت أنت مش تحرم البركة من شخص الأشخاص يعني هو ده كان الحقيقة خلاصة الموضوع بالنسبة للقرار ده ممكن نكبر الصورة لأنه يمكن هنا برضو فيه مقاطع لما تم عرض الموضوع ده على القنوات الأمريكية بأنه البيان كان فيه صورة كده هنشوفها بعد شوية مكتوب فيها البيان البيان يا جماعة بيكلم عن البركة مباركة ودي حاجة بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية فيها حاجة اسمها أن الشخص اللي بيجي أو يدخل الكنيسة ممكن يعني الفكرة البركة مش أنه هو أنه مباركة أو أنه موافقة على الجواز يعني دي مهمة جدا جدا يعني ما فيش حاجة اسمها جواز للمسليين جوه الكنيسة جوه الكنيسة الكاثوليكية ولا الفاتيكان تؤيد هذا الأمر طبعا كان فيه سعادة كبيرة جدا في مجتمع الميم ولكن زي ما قلنا كده يعتبر أنه الوثيقة صادرة عن دائرة عقيدة الإيمان والتي وفق عليها البابا فرانسيس سيكون من الممكن منح المسليين البركة ولكن خارج أي تقوص أو أي تقليد لحفل الزفاف وأن عقيدة الزواج اللي موجودة في الكنيسة الكاثوليكية لن تتغير والبركة لا تعني أبدا الموافقة على الزواج أمام طلب شخصين للبركة هو هنا مختلفة أنا عارفة أنه ممكن من غير اللي مش يعني من أي طواقف أخرى غير الكاثوليك ممكن تبقى دي صعبة لكن دي حاجة عندهم فهو قال لك أنا بركة ولأنه هو تقال برضو يمكن في التقرير اللي كان بتاع الحرة كان برضو كانوا كاتبين حاجة أنه هو فكرة البركة ماينفعش منعها بناء على أو يمكن كان فيه تقرير تاني المهم يعني بيوضحوا برضو قصة البركة دي قال لك أنه لا ترتبط بالممارسات أو الأخطاء اللي بيقوم بها البشر والنهاية حتى في الكتاب المقدس مش مرتبطة بأنه واحد غلط أو أنه خطاية فأنا بمنعه مثلا من الكنيسة بناء على خطييته دي لأنه إحنا برضو بنقول الناس كلهم خطاة وكل خطاية بتفرق عن التانية ولكن في النهاية كلها خطاية لكن إنك أنت تمنعه مثلا دخول الكنيسة طب ما يمكن قربه من الكنيسة ده يخليه بتدي يسمع وده خطاية كبيرة جدا إنها برضو هنا مش بقلل من إنها خطاية رهيبة وإنه سدوم معمورة كانت طبعا في الكتاب المقدس المعنى ده بيوضح لنا إزاي إنه سدوم معمورة بأكملها كان وبيمرسوا هذه الخطاية وإنه تم كلهم تحولوا للملح وإنه محدش بيوفق على الخطاية دي أبدا لكن حبيت بس إن إحنا موضوع ده كان من يوم الأربع صادر الأمر ده ولكن حبيت إن أقول لحضراتكم إن إحنا لما تصدر الدنيا باللغة العربية ويكون فيه توضيح الكفاتيكان هنا ده بركة المعنى الرعوي للبركات وليس وليس الزواج وليس موافقة على الزواج البابا فرانسيس على فكرة الأيام اللي فاتت احتفل بعيد ميلاده ال87 مع الأطفال وكانت برضو حاجة جميلة جدا شاركة كان فيه صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الماضي احتفل البابا فرانسيس بعيد ميلاده ال87 مع مجموعة الأطفال والعائلات بمساعدة مستوصف سانتا مارتا للأطفال في الفاتيكان شاركة في الاحتفال بعيد ميلاد البابا أكتر من 200 عائلة مع أطفالهم قدموا له كعكة عيد الميلاد وغنوا عيد ميلاد سعيد وطلب البابا فرانسيس من الأطفال أن يجهزوا قلوبهم لعيد ميلاد المسيح وطلب منهم أنهم يفكروا في إيه اللي عايزين يطلبوه من رب المجد وطفل المزود يسوع المسيح في هذا العام بعض الأخبار العالمية المهمة حاول نقولها بشكل سريع لأننا لست عندنا أخبار كتير جدا النهاردة في زلزال بقود 6 و 2 من 10 درب السين وسقط على الأقل 127 قطيل حتى الآن الزلزال ده كان ليه عقود ما حصلش أنه زلزال زي كده زي ما شفته كده في المطعم ده أول ما حسوا بالزلزال كل الناس جريت للأسف الشديد أنه في مباني كثيرة تهدمت وأنه كان الزلزال برضو فيه عدد كبير من الإصابات الزلزال كان بقود 6 و 2 من 10 مقياس ريختر وقع منتصف ليلة 2 أدى أيضا لإصابة أكتر من 700 شخص تدمير طرق وخطوط كهرباء واتصالات في إقليمي جانسوا وشانجهاي فزي ما حضراتكم شايفين برضو الشرح للمكان اللي حصل في هذا الزلزال وأنه بيتكلموا برضو أنه ده يعتبر في مقاطعة جانسوا الجبلية الصينية أنه من 9 سنوات أو حوالي 10 سنوات لم يحدث مثل هذه مثل هذا الزلزال أوقع أضرار بأكثر من 155 ألف مبنى وقوت الأمالة يقول زي ما قلنا عن 127 عندنا كمان تم الحياة لقت مشاهد لصوران بوركان في شبه جزيرة ريكانيس في أيسلندا والحياة أنه أثار العجب والمنظر المشهد اللي تم عرضه بالنسبة لهذا الصوران للبركان كان غريب جدا وأنه الحمام البركانية والصوران ده كان بشكل مستقيم كده وكان فيه طائرات كتيرة تم رصد هذا المشهد هو معنا يترى المشهد زميلي يعني زي ما حضراتكم كده شايفين الدنيا وكأنها يعني طبعا نفورة كان اللي تم التقاط هذه المشاهد من خلال طائرات لكن طبعا وضع صعب كل الناس اللي في المنطقة دي كان لازم طبعا يتركوا هذه المنطقة وحتى تمت يعني مشهد أنه بصوا الأرض كأنها انشقت نصين بشكل غريب جدا لكن اللافت للنظر كان قصة أنه إزاي أنه كانت الحمام دي ماشية بشكل وكأنها يعني زي منظر العاب المائية كده كان فيه فايدانات وسيول على ساحل ولاية أوريجن على فكرة الساحل الشمالي كله الشرقي والشرقي الشمالي كان زي منتوا شايفين المشاهد طرق بأكملها تضررت كان فيه عصير بعد كده أمطار بعد كده فايدانات إنهيارات أرضية خسائر مالية كبيرة العاصفة تسببت في قطع الكهرباء توقف بعد رحلات الطيران شمال شرق الولايات المتحدة والنهاردة الاثنين كانت المشاهد دي كلها من مبارح وإنه زي منتوا شايفين عربيات متغطية إزاي تم إلغاء رحلات طيران إغلاق مدارس قتل شخصين على الأقل سقط أكتر من 13 سنتيمتر من الأمطار في أجزاء من نيوجيرسي شمال شرق بنسلفانيا بحلول منتصف الليل سقطت أمطار في عدة ولايات كان برضو رياح بسرعة 113 كم في الساعة على طول الخط الساحلي الجنوبي للبلاد انقطعت الكهرباء عن أكتر من 700 ألف مشترك في منطقة تمتد من فيرجينيا شمالا عبر نيو إنجلند يعني مشاهد كديرة جدا جدا بتبين لكم الوضع طبعا وكان فيه إعلان للطوارئ في كل هذه المناطق اللي ضربتها الأعصير وبعد كده الفيضانات دي بقى فيضانات في الهند بعد أسبوعين من تعرضها لإعثار بردو فيضانات غمرت ولاية تاميل نادو الهندية غمرت المياه الطرق قطعت الخدمات الكتارات وأيضا تسببت فيه طبعا عدة أضرار فيه مباني سكنية كثيرة وزي ما أنتوا شايفين هنا إزاي بيحاولوا أنهم فرق الطوارئ تنقذ اللي زينة تقطعت بهم السبل طبعا يعني ربنا يكون مع كل الناس اللي بتعرضوا الفيضانات في أماكن كتيرة جدا قبل كده برضو قلنا لحضراتكم على موضوع انهيار سقف نادي رياضي إسرعاصفة كانت ضربة الأرجنتين وأنه قتل في هذا الانهيار أو توفى في هذا الانهيار حوالي 16 شخص على الأقل ده كان نادي في الأرجنتين برضو كان تم عرض مشاهد كان فيه مشاهد تانية بقى الطيارة معرفش ما عندنا مشاهد الطيارة يا ترى ولا لا أزملنا الطيارات اللي كانت موجودة في في الممر الطيارات هناك في المطار اتحركت بشكل غريب جدا يعني المهم فده برضو كانت من الحاجات الغريبة شفنا برضو يعني زي ما قلنا أماكن كتير جدا كانت طبعا فيها فيضانات وأمطار الفترة اللي فاتت كان فيه برضو لعب برازيلي توفى في أرض الملعب بسبب صعيقة برضو رعدية وده كان الحقيقة فارقة لاعب الكرة وهو يبلغ من العمر 21 عام الحياة استعرضه لصعيقة لصعيقة رعدية خلال تواجده على أرضية ملعب لكرة القدم في كأس البرازيل في تحذير من العلماء من أن الشمس ممكن فيه انفجارات حصلت في الشمس كانت أدت لتوهج شمسي لم يحدث منذ ست سنوات وأنه كان ممكن يكون فيه بعض الأماكن اللي طالتها عواصف مغناطيسية أرضية وانقطعت عارق هربائي كان فيه برضو الصحة العالمية بتحذر من متحور كورونا الجديد اللي هو اسمه جي ان وان إنه أسرع انتشار من كل المتحورات اللي فاتت احنا كل ما بيجي متحور بأنه أسرع انتشار الحقيقة بالنسبة لموضوع كورونا سهل جدا يا جماعة اللي احنا تعودنا عليه ايه أكتر حاجة تخلينا تقينا من إنه يوصل لنا هذا المتحور هي المسكات أو الكمامات فبالتالي دلوقتي التوصيات من منظمة الصحة العالمية يا جماعة الفترة اللي جاية اي تجمعات من فضلكوا البسوا المسكات علشان فعلا موضوع انه تلاشى الفزع والخوف من موضوع تجربة كوفيد ناينتين القاسية اللي كانت الفترة اللي احنا مرنا فيها طبعا في عام عشرين كله وكانت مأساة فبالتالي وصفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد بإنه يعتبر يعني من المتحورات اللي بتنتشر بشكل سريع جدا فيه برضو بعض الأعراض اللي قالك لو انت أربع تيام ما خفتش من أعراض البرد والحرارة لسه موجودة والأعراض موجودة من فضلك تروح بسرعة وتعمل تحليل الكورونا وتبتدي تشوف ممكن تاخد كورس العلاج اللي هو معروف بالنسبة للكورونا برضو كان أستاذ مناعة وعدوى سعودي كان كشف تفاصيل وفاة 13 شخص للأسف على جدهم دكتور أبو للإبل وال13 كان عندهم كانسر وكلهم ماتوا خلينا نسمع الأستاذ المناعة السعودي الدكتور همام العقيل وهو بيكشف عن هذه المفاجأة في فترة جاءت أنا وحدة دكتورة يعني ادعت العلاج بالأبوال الإبل والشياء دي كلها للسرطان عندي احنا في بحث حنشر عما قريبا إن شاء الله سواء الدكتور محمد شاهين بالحالات مصابة بالسرطان وكيف الحالات هذه بدأت في المستشفى وتمت تشخيصها بالسرطان ووضعها وكان بسهولة ممكن علاجها تركت وراحت سمعت كلام الدكتورة هذه وبدأ في كورسات العلاج بالألبان والأبوال 13 حالها كلها ماتت كلها هذا خطر هذا خطر تمنى يعني أن الرسالة دي يعني تفوق الناس اللي لسه معتبرين أن بول القبل للعلاج وأنه لما تبقى دكتورة بتستخدم بول القبل للعلاج دي كرسة كرسة عندنا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية قالوا أن فيه تفشي لعدوى السلمونال للفترة اللي فاتت يمكن كان الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية بيلحظوا أن فاكة الكانتلوب أو الشمام كان تم سحبها لأنه كان فيه تم رصد 302 حالة في 42 ولاية أمريكية وفيه توفى أربع أشخاص عفوا فيه ولايتي من سوتا و أوريجون كان بسبب السلمونال اللي كانت فيه بعض الفكهة من الكانتلوب أو الشمام برضو الصحة العالمية بتحذر من وباء جدري الكروت في القنغو الدموقراطية أنه قد ينتشر دوليا مع تصارع انتقال العدوى عندنا بقى خبر مهم جدا في البرلمان الفرنسي أقر صيغة نهائية لمشروع قانون الهجرة وبيقال برضو أن دول كتير في الاتحاد الأوروبي هتاخد بعض البنود من هذا القانون طيب ليه بيعملوا كده مع أنه البعض قال أنه موضوع اللي فيه بنود في هذا القانون تركها إلى الأراء اللي كان بيتبناها اليمين المتطرف أعتقد أنه موضوع الهجرة ده كان موضوع صعب جدا وفيه خلينا نشوف التقرير ويقول لحضراتكم أهم بنود الاتفاق بالنسبة لهذا المشروع فقط اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن مشروع قانون الهجرة في فرنسا قبل تقديمه للتصويت على أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لكن قبل ذلك تمحور الخلاف بشكل رئيسي حول الأبيال مساعدة الدولة الممنوحة للمهاجرين الشرعيين فيما يتعلق بخفض إيجار السكن لا بد للمهاجرين الشرعيين الذين لا يعملون من الانتظار لمدة خمس سنوات من الإقامة القانونية في فرنسا للحصول على تلك المساعدة وثلاثة أشهر بالنسبة للمهاجرين العاملين أما الطلبة المهاجرون واللاجئون فلن يتمكنوا من الحصول على تلك المساعدة بحسب ما يدعو إليه اليمين وتتفق معه الحكومة في ذلك فما رأي الأغلبية حول محور الاختلاف هذا كل طرف يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر لكن نحن لم نشر في مقترحنا إلى الأبيال ينص مشروع قانون الهجرة كذلك على إعادة تجريم الإقامة غير القانونية وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية وتشديد شروط الحصول على تصاريح الإقامة أو حتى التلويح بزيادة عمليات الترحيل مقاط لا يتفق معها اليسار أبدا لقد تجاوزت الأغلبية جميع الخطوط الحمراء أبرز اتحادين نقابيين في فرنسا ورؤساء جمعيات حقوقية وأكاديميون طلب الأحد من الرئيس إمانويل ماكرون سحب مشروع قانون الهجرة الذي يعد وصمة عار نراسخة لمبادئ فرنسا كما قالوا لحظة سياسية بشأن الهجرة تمثل تحولاً واضحاً نحو اليمين تم الموافق على هذا المشروع زي ملت لحضراتكم أيضاً في بعض التعليقات الأخرى ممكن نتطرق إليها في الحلقة الجاية إن شاء الله يوم السبت الماضي كان توفى أمير الكويت الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عام وكان تم تشييع جنازته في حضور عدد كبير من الرؤساء ومنهم كان الرئيس السيسي والليل عهد السعودي أما اليوم فالشيخ مشعل الأحمد يؤدي أدى اليمين الدستورية أميراً للكويت والحكومة استقالت على أساس طبعاً مع كل شيخ جديد أو كل أمير جديد هيكون فيه تشكيل حكومة جديدة أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية بمقر مجلس الأمة اليوم الأربعاء أميراً للكويت خلفاً لشقيقي الأمير الراحر الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح فيما تقدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نوافل أحمد الصباح باستقالته من الحكومة أو باستقالة حكومته عندنا برضو بالنسبة للرئيس السيسي كان التقى المرشحين الثلاثة اللي كانوا منافسين له في الانتخابات الرئاسية وأيضاً كان الحقيقة طبعاً أشكرهم على أنهم تقبلوا طبعاً النتيجة وعلى أيضاً أنه كان فيه يعني زي ما بنقول كده التقبل للنتيجة المهم كان فيه برضو الفرقاطة القدير انضمت إلى أسطول القوات البحرية وأن دي بتعتبر إضافة هائلة لإمكانيات الجيش المصري عندنا بقى فيديو انتشر بشكل كبير جداً على مواقع التواصل الاجتماعي والفيديو ده كان عن اختطاف طفلتين في مصعد أمام مصعد عمارة وبعد ما تم تخديرهم يمكن كان فيه فيديو أنا بعتولك زميلنا من قناة العربية كان بيكشف حقيقة هذا الأمر فيديو مرعب اكتاح مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة خطف فتاتين بعد تخديرهما وأنه ده كان في إحدى العمارات بالكاهرة وزي ما حضراتكم شايفين شخصين هما اللي قاموا بهذا العمل من كبر رجلين تبين أن واحد منهم والد الفتاتين وتبكن من الصفر بإحدهما فيما ظلت أثانية في الشارع وطبعاً كان واضح سعب جداً الأم هنا كان لها برضو شهادة بتتحدث عن أنه ممكن نشغل الصوت معلش دلوقتي زميلي وبعد كده نكمل تليفون وأنا في شغلي بناتك لقينهم متغدرين وواحدة فيهم المية في الشارع والتانية حاولنا ننقصها ما لحقناش فطبعاً انهرت جداً ونزلت وجارين مشوك جيت على البيت لقيتهم مشايلين كيس في قطن في دم وحاجات وقشربات وحاجات كده غريبة أخذت بسرعة وطلعت على الاسم ما كنتش لسه فرغنا للكاميرات وبعدها خلق طعملت ما حدث الاسم ورجعت على البيت فرغنا الكاميرات وشفت بقى الفيديو وشفت الموقف الصعب البنات بتعرضوا ليه والد الفتاة كان ببرده يعني بقالهم حد يخطف بنته وده رد بعد طبعاً الضجة ونشر فيه فيديو لابنته المخطوفة وانها مبسوطة وان هو معاها وانه ازاي ان هي سعيدة معاه طبعاً برضو هو مش مفهوم ازاي قدر يتمكن انه يعني الداخلية هنا كان توضيح ان هما تلات رجالة منهم الأب يعني والأب نجح في انه خد البنت وسافر بيها أبضوا على الاثنين ذكر ان الابنة دي لما واحدة منهم يبدو ان هي مرضيتش يعني باجراءة تحريات تبين قيام والد الطفلتين باستعانة بشخصين الارتكاب الواقع على النحو الظاهر بمقطع الفيديو ده بيان وزارة الداخلية صحبة وانه اخذ نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لاحدة الدول بمحض ارداتها ورغبتها كما هو مسبت في الصور اللي هما بيانوها ان هي ماشية معاه برغبتها وهي الصور دي طبعاً وبالتالي ده الكلام اللي هو كان بيتقال وانه الموضوع كله طبعاً خلافات اثارية قدت الى هذا الامر وانه هو نجح بالهروب وما مش مقالين برضو التفاصيل انه ليه اتخذت بنته وبنت لا احتمال يكون اخذ رأيه الاثنين وانه هما يعني بنت منهم هي اللي وفقت انها تروح المهم طبعاً يعني كده تم كشف لغز الفيديو ده اللي كان انتشر بشكل كبير جداً من الصبح النهاردة على مواقع تواصل الاجتماع اسرة نيرا أشرف تطلب تعويض بعشرة ملايين جنيه من اسرة القاتل والحقيقة ده كان في حديث خاص مع قناة العربية قال انه محامي اسرة نيرا أشرف انه اقام دعاوة قضائية للمطالبة بعشرة ملايين جنيه من اسرة القاتل محمد عادل وبحسب المحامي قال ان الدعوة دي سوف يتم نظرها في المحكمة ان شاء الله يوم 11 يناير 20-24 الفترة اللي فتت كان شهدت مصر عدة حرائق احداثهم كان حريق هائل في محل ملابس شهير بوسط البلد والحقيقة برضو اغلبية الحرائق اللي كانت تمت في الايام اللي فاتت كانوا بيقولوا ان هي حرائق نتيجة ماس قهربائي نأتي الى موضوع الهجمات الحوسيين المتكررة على السفن في البحر الاحمر وانه بسبب طبعا تأثيرها الخطير على الملاحة العالمية او الدولية في هذه عند مضيك باب المندب وايضا انه قناة السويس ممكن تتأثر فبدأ الحقيقة انه زي ما قلت لحضراتكم انه اللي كان بيتقال انه كان لازم يكون فيه تحرك وزير الدفاع الامريكي لايد ااستن كان الفترة اللي فتت زي ما قلنا انه هو كان زار المنطقة وزار البحرين وبعد كده اسرائيل وكان بدأ يعني يضع يدو على بعض الامور والنقاط الهمة في انه ازاي تقف دول العالم ضد هذه الهجمات وبالفعل انه تم التأكيد انه هذه الهجمات اصطرت على الاقتصاد العالمي ومن هنا برضو كان زار حاملة التائرات جيرالد فورد كبالة اسرائيل وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضراتكم من خلال كل هذه التحركات الولايات المتحدة كانت اعربت عن قلقها من ان تشن اسرائيل عملية عسكرية مماثلة على طول حدودها الشمالية مع لبنان برضو وانه الامر كله كان صعب جدا في انه الموضوع كده هتبتدي هيبتدي انه يتوسع بناء عليه بعد يعني يعني كان اول امس مساء اول امس جيه البيان من لايد اوستن بان الولايات المتحدة شكلت تحالف لمكافحة هجمات الحوسيين والتحالف ده بيضم عدد من الدول الاوروبية زي ما نشوف في هذا التقرير التقرير الحياة بيوضح لحضراتكم كل هذه الامور بانه عن طريق انه اطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الاحمر انه الحماية دي هيكون في اعقاب سلسلة من الهجمات طبعا وبرضو الهجمات دي كان عددها جبير جدا هو الفيديو مش جاهز معنا زمايلي ومفروض من فرانسة 24 معلاش طيب المكتب السياسي لجامعة الحوسي اليمينية قالت ان التحالف الدولي اللي شكلته الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الاحمر يأتي في اطار العدوان على الشعب الاسرائيلي وان التحالف ده بيتناقض مع القانون الدولي خلينا نشوف تفاصيل التحالف ومين الدول اللي مع التحالف ده والدنمارك على فكرة انضمت لهذا التحالف ايضا هجمات الحوثيين لا تتوقف يتحدثون عن استهدافهم بمسيرتين بحريتين سفينتين لهم ارتباط باسرائيل في البحر الاحمر احداهما نرويجية شن الحوثيون الذين يحضون بدعم ايراني سلسلة من الهجمات بمسيرات وصواريخ استهدفت سفنا في البحر الاحمر قائلين انهم بذلك يريدون ممارسة ضغوط على اسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة هجمات تدينها وزيرة الخارجية الفرنسية منذ فترة يهاجم الحوثيون في اليمن السفن ويعرقلون حرية الملاحة ويطلقون السواريخ والطائرات مسيرة وقد ادنا هذه الهجمات يؤكد المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام ان السفن المبحرة في البحر الاحمر وبحر العرب آمنة باستثناء السفن التابعة لإسرائيل رغم ذلك علقت عدة شركات شحن كبرى المرور عبر مضيق باب المندب الذي تمر عبره 40% من التجارة الدولية إلى حين ضمان سلامة ملاحة فيه في وقت تقود الولايات المتحدة جهودا دولية لردع الحوثيين في البحر فيما يتعلق بالحوثيين فإن هذه الهجمات متهورة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي ولذا فإننا نتخذ إجراءات لبناء تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد هذه ليست قضية أمريكية بل هي مشكلة دولية وتستحق استجابة من الجميع أرسلت واشنطن حاملتي طائرات إلى المنطقة بهدف منع توسع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس بشكل أكبر زي ما شفتوا أن التحالف ده كان مهم جدا ليه بقى بردو يعني دلوقتي العقود الأجيلة الخام برينت ارتفعت 17 سنت بمعادة 0.2% ل78.12 دولار ولكن مع استمرار الأزمة ممكن ترتفع أكتر وده يعتبر تأثير طبعا زي ما قلنا لحضراتكم على التجارة العالمية وإنه دلوقتي لا يمكن أن يعني تجنب أثر ذلك على سلاسل الإمداد حافظ بما يقول المحللون ده معناه أن المستهلكون لما هتزيد أسعار النفط أكتر من كده هيبقى فيه برضو دي كلها بتتحمل على المستهلكون مش بس كده على فكرة لما تبتدي دلوقتي تتوقف شركات من أن تستخدم هذا الممر الملاعي وتبتدي تروح من رأس الرجاء الصالح اللي هو يعتبر أطول وأكثر تكلفة ده هيتحمله مين هيتحمله المستهلك بالتأكيد فبالتالي اتقال دلوقتي أنه بناء على محللون من مكالة ستاندر للأسواق العالمية 15% من السلع المستوردة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيتم شحنها من أسيا والخليق عبر البحر علاوة على 21.5% من النفط المكرر و13% من النفط الخام وبالتالي أنه الموضوع مش بيقتصر بس على النفط بل تحمل السفن جميع أنواع السلع اللي بتعرضها المتاجر بما فيها أجهزة كهربائية وملابس وأحزاء ومعدات رياضية كل ده متوقع أنه يرتفع سعره مع استمرار الأزمة هل بالفعل ممكن التحالف ده يقدر أنه هو يعني يكون دي تأثير في الفترة اللي جاية الحقيقة قتل رد سريعا زي ما قلت لحضراتكم من الحوسيين أنه هم رفضين هذا الأمر ورفضين هذا التحالف وبيعتبروا أنه التحالف ده ضد الاتفاقيات الدولية المكتب السياسي لجماعة الحوسي هم اللي قالوا هذا الكلام وفي نفس الوقت برضو كانوا حذروا الحقيقة من أنه هم قالوا كده زعيم جامعة أنصار الله اليمينية عبد الملك الحوسي قال اليوم الأربعاء أن الجانب الأمريكي سيخسر في البحر الأحمر عندما يطلق صاروخا بمليوني دولار للتصدي لمسيارة قيمتها ألف دولار خلينا نشوف جزء من التقرير داني كامل للكلام ده لتشارك في تأمين عمليات الملاحة بعد اشتعال ما بات يوصف بجبهة جديدة للحرب الدائرة في غزة إنها جبهة مشتعلة لدرجة دفعت الكثير من الشركات في بريطانيا والعالم ليس فقط لتعليق عمليتها ولكن للمطالبة وبسرعة بضرورة توفير حماية دولية للملاحة في هذه المنطقة الحيوية قررنا تعليق عملياتنا بالكامل في هذه المنطقة لأنها لم تعد آمنة للسفن أو لتواقمها ونحن نطالب بوجود تحالف دولي يضمن مرور السفن التجارية بسلام ودخولها القناة بسلام لا يخيفهم التحالف الدولي كما يبدو يقول الحوثيون إنهم لن يوقفوا عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليها بعدما أعلن البنتاغون تشكيل قوة دولية لمواجهة الهجمات في البحر الأحمر تتعهد واشنطن بحماية حرية الملاحة هذه الهجمات يجب أن تتوقف ما يقوم به الحوثيون غير مقبول سنواجه بمعية الحلفاء والشركاء هذه التهديدات لحماية هذه السفن أمريكا وحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي ينددون بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر ورسالة وعيد من بريطانيا إلى جماعة الحوثي من المهم جدا أن تكون هناك رسالة واضحة إلى الحوثيين الذين يشنون هذه الهجمات مفادها أنه لن يتم التسامح مع هذه الاعتداءات وسندافع عن أنفسنا ضدها من المهم جدا أن يستمر الشحن عبر السفن تدعو فرنسا إلى أوسع تنسيق ممكن في البحر الأحمر وتشيد بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة المبادرة الأمريكية مثيرة للاهتمام لأنها تسمح لنا بتحسين وتبادل المعلومات الاستخبارية في جميع أنحاء المنطقة أذكركم بالمقترحات التي قدمها الرئيس بشأن التحالفات الضرورية والتي يجب علينا تطويرها ضد الجماعات الإرهابية أو ضد مختلف التهديدات منذ الشهر الماضي أطلق الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي في اليمن طائرات مسيرة وصواريخ على سفن دولية تبحر عبر البحر الأحمر وهي هجمات يقولون إنها تأتي ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تديره حركة دفشت مضخطر جدا الحرس الثوري كمان أعلن ردا على التحالف الأمريكي بتشكيل قوات باستيج بحرية أعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تشكيل وحدة باستيج بحرية يمكنها القيام بعمليات عبر السفن السقيلة والخفيفة حتى شواطئ تنزانيا ومن جهته قال رحيم صفوي كبير مستشاري المرشد الإيراني أن جبهة المقاومة تقف بوجه الولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية وكان على فكرة برضو فيه خبر كده كان ماليزيا منعت شركة زيم الإسرائيلية للشحن من دخول موانئها المهم أنه فيه تحذير رسمي مليونان بالابتعاد عن المياه اليمنية بسبب تهديدات الحوثيين برضو كانت قال إن فيه حيل تتبعها السفن التجارية للإفلات من ضربات الحوثيين في البحر الأحمر ممكن نحاول ناخد دقيقة من هذا التقرير الموضوع لسه مستمر بأنه هل ستهجح الولايات التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة الأمريكية في صد الهجمات للحوثيين ولا زي ما هم قالوا لهم أنتوا هتخسروا ملايين ألاف الدولارات مقابل عدد بسيط جدا من الدولارات في استهدافكم للمسايرات اللي بيلقيها الحوثيين سفن تجارية لا تزال تعبر البحر الأحمر ولكن بحيلة مخفية هذا ما أظهرته بيانات تعقب الشحن من LSEG عن وجود سفن أوقفت أنظمة التتبع لديها للعبور بسلام بفضائعها عن طريق إرسال إشارات تظهر أنها في مواقع أخرى كإجراء احترازي عند دخول الساحل اليمني وأخرى على متنها حراس مسلحون كما تظهر هذه الصور تحسبا لأي هجمات قد تشنها جماعة الحوثي على طريق التجارة الرئيسي بين شرق العالم وغربه أهمية هذا الممر المائي تكمن في أنه يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن طريق قناة السويس التي تشكل أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا ويمر عبره حوالي 20 ألف سفينة سنويا التوترات الأمنية الأخيرة أجبرت شركات شحن كبرى على تجنب البحر الأحمر وتغيير مسارات سفنها عبر رأس الرجاء الصالح الذي يمر بالجزء الجنوبي من أفريقيا ما يعني وقت سفر أطول وارتفاعاً في التكلفة قد يدفع ضريبتها المستهلكون في المقام الأول بحسب الخبراء نروح للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ولكن هذه المرة أنه استهدفت السواريخ دير للراهبات في غزة وباترياركية اللاتين بالقدس نشرت صور للدمار الذي حلها بدير الراهبات بعد قصفه الحقيقة أن الصور مفزعة جداً زي ما حضراتكم شايفين باترياركية اللاتين في القدس نشرت صور لأثار التدمير بدير راهبات الأمة ريزة بغزة بعد قصفها من قبل الجيش الإسرائيلي قبل يومين والذي أصفر عن مقتله إصابة عدد من المسيحيين في حرم الدير بالإضافة للأضرار التي رحقت بالمباني وكان الجيش الإسرائيلي استهدف ساروخ أطلق من دبابة إسرائيلية استهدف دير الرهبات الأمة ريزة الذي يقوي أكثر من 54 شخص من زاوي الإعاقة وهو داخل أسوار الكنيسة المعروفة منذ بداية الحرب إنها مكان عبادة وتم تدمير خزان الوقود والمولد القهربائي ولحقت أضرار بالدير نتيجة الانفجار وكان هناك حريق هائل واستهدف ساروخان أطلقتهما دبابة إسرائيلية نفس الدير وجعلها غير صالح للسكنة اضطر زول الإعاقة إلى المغادرة علاوة على ذلك ونتيجة القصف العنيف على المنطقة أصيب ثلاثة أشخاص داخل صور أسوار الدير ودمرت الألواح الشمسية وخزنات المياه التي لا غنى عنها للعيش أيضاً كان هناك حادث آخر من قبل قناس إسرائيلي والقناس ده كان للأسف الشديد من خلال الدربات قتل امرأتين داخل كنيسة أيضاً في غزة والحقيقة إنه هذا الأمر علق عليه البابا فرانسيس وكان بيتحدث إنه الموضوع ده بيعتبر إرهاب خلينا نشوف هذا التقرير اللي كان بيعلق على وفاة وعلى قتل هتين السيدة وبنتها لا يوجد هناك سوى العائلات والأطفال والمرضى والمعوقين ولا وجود للمسلحين كان هذا جزءاً من تعليق البابا فرانسيس على التقارير التي أفادت بقتل الجيش الإسرائيلي امرأتين مسيحيتين لجأتاً إلى كنيسة العائلة المقدسة في غزة نهت خليل بولاس أنتون وابنتها سمر استهدفهما قناص إسرائيلي أثناء توجههما إلى دير للراهبات في مجمع رعية العائلة المقدسة بحسب بيان صادر عن بوتريركية القدس حيث أضاف البيان أن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا بالرصاص أثناء محاولتهم حماية الآخرين من النيران الإسرائيلية فيما أشار البيان أيضاً إلى استهداف الجيش لدير راهبات الأم تيريزا الذي يأوي أكثر من 54 شخصاً من ذوي الإعاقات ربنا يرحم يعني الجميع وبصراحة الوضع صعب جداً الحرب الإسرائيلية الفلسطينية أخذت منحة طبعاً كل يوم بيكون فيه زيادة للقصف عن اليوم اللي قبله وأنه معارك دارية وقصف جوية في خانيونس الهلال الأحمر فلسطيني بيقول أن مركز الإسعاف في جباليا محاصر تم قصف محيط المستشفى الكويتي في رفح وسقوط شزايا داخله قوات الاحتلال تحاصل مستشفى العودة الجرحة بمستشفى العودة يوعانون انعدام الخدمة الطبية شركات اتصالات اعلنت اليوم من قطاع كامل مرة أخرى لخدمات الإنترنت في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية كان فيه زي ما قلنا قصف المستشفى الكويتي سرايا القدس أعلنت قتل وإصابة سبعة جنود إسرائيليين في شرق غزة والفصائل أعلنت تدمير عشرين الفصائل القصام يعني أعلنت تدمير عشرين دبابة إسرائيلية واستهداف جنود من المسافة صفر لانوب إفريقيا بتحذر مواطنيها من القتال مع الجيش الإسرائيلي بعد أن كشفت مصادر عن انضمام مرتزقة من فرنسا وألمانيا وغيرهما إلى صفوف الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة الضفة الغربية أيضا موجود فيها اشتباكات وإنباء عن مقتل شاب فلسطيني بالضفة الغربية بلصاص الجيش الإسرائيلي وقوات الإسرائيلية أيضا دهمت مناطق في الضفة الغربية وشنت حملة اعتقالات كان فيه برضو تحقيقات بقى بالنسبة لموضوعات حصلت عليها علاقة بالجيش الإسرائيلي جندية إسرائيلية وقفت أمام فواهة دبابة أثناء إطلاقها قذيفة وأعلن الجيش الإسرائيلي إن الحادث يخالف تعليمات السلامة وسيتم معاقبة المتورطين وإنه فتح تعحيق في هذا الأمر أيضا كان فيه فيديو انتشر والفيديو ده الانتشر كان للمجموعة من الجنود المجموعة دول كانوا بعد ما دخلوا منزل وسيطروا وأبضوا على الفلسطينيين اللي كانوا موجودين فيه وكانوا مكتفين الأيدي ومعصومي العين وهم عاديين بقى يشربوا أرجي 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 اللي هي الشيشة وبيتهكموا عليهم والجيش الإسرائيلي أوقف هؤلاء المجموعة هذه المجموعة عن الخدمة بعد نشرهم هذا المقطع المساعي للهدنة الجديدة بالنسبة لإطلاق الرهائن الحقيقة أنه من قبل الرئيس الإسرائيلي كان يتكلم عن أن إسرائيل جهز لأنه يكون فيه هدنة جديدة هم بيقول أنه هم قدموا مقترح الهدنة بجزئين الجزء الأول أن يتم إطلاق صراحة الرهائن اللي هم كبار في السن والمحتاجين رعاية طبية الأول من غير وقف إطلاق النار وأن الجزء الثاني يكون فيه وقف إطلاق نر وتبادل أسرة لكن طبعا السنوار رفض هذا الأمر هنية موجود في مصر النهاردة علشان خاطر استكمال منقشة هذه الأمور وهذه المسائل فيه برضو أخبار أن فيه مشاكل ما بين الكتاع العسكري السياسي لحماس والكتاع العسكري وكل واحد مختلف فيه موضوع الهدنة إسرائيل كشفت أنه كان فيه موضوع الإطلاق الصراحة الرهائن اللي كانوا التلاتة اللي تقتلوا تقال أنه هم كانوا كانوا عاديين يوم عشر تيام في بيت وأنه هم كانوا فيه كلب كان داخل وكان فيه كاميرا وصورت أنه هم بيستغيصوا وأنه للأسف الكلب ده كانت قتل وبعد كده هم اكتشفوا الحاجات دي مبارح تقريبا المهم أنه طبعا الأسر كلها مستائة من هذا الأمر عايزة أنهي يعني هنكمل طبعا الموضوعات الخاصة بإسرائيل لأنه لسه موضوعات كتيرة جدا لكن عايزة أروح لموضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنه الحقيقة أنه هذا الأمر بالنسبة ليه أنه محكمة في كولورادو فيه خطورة جدا جدا أنه ممكن محكمة يعني محاكم أخرى تبتدي أن هي كمان توقف الموضوع الخاص إحنا عندنا تقرير زميلة لو قادرنا نعرض منه الجزء الموضوع ده في منتهى الخطورة لو فيه محاكم تانية قررت برضو أنه ما يبقاش فيه إدراج لإسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئيسية الرئاسية وهم معتبرين ومتمرد لأنه كان شاركة في موضوع يعني أو كان بيقيد دخول الناس في الكونجرس يوم 6 يناير وده هيكون لي أبعاد كتيرة جدا في الفترة اللي جاية هم طبعا هيعملوا استقناف وفيه كمان المفروض أنه هيكون فيه أمام المحكمة العليا بقى في أمريكا هذا الأمر على اعتبار هل بالفعل هذه المحاكم محقة في هذا القرار ولا ممكن أنه يتم تبرئة ترامب من هذه التهمة الخطيرة تمرت وأنه ممكن يتم إدراج اسمه بالنسبة للانتخابات الرئاسية فيه عشرين أربعة وعشرين موضوع ده خطير هنشوف أبعاده وهنشوف برضو كل حاجات الباقية بالنسبة لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الحلقة الجاية إن شاء الله انتظرونا يوم الجمعة والمزيد مرة على الحداث إلى اللقاء اشتركوا في القناة